بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد مرحبا بكم في قناتكم معكم الشيخ أبو مريم في هذه الحلقة سنشرح لكم تفسير رؤية خصف الأرض في المنام رؤية خصف الأرض في المنام هي من الرؤى التي تثير الخوف والقلق لدى الرأي وتحمل في طياتها العديد من التفسيرات والدلالات في الفقه الإسلامي يعتبر تفسير الأحلام في الإسلام علما راسخا له قواعده وأصوله المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية مفهوم خصف الأرض في الإسلام خصف الأرض هو من آيات الله التي ينذر بها عباده في الدنيا وقد ذكر في القرآن الكريم في عدة مواضع مثل قوله تعال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون سورة النحل 45 يعد الخصف من العقوبات الإلهية التي يعاقب بها الظالمون والمفسدون في الأرض تفسير رؤية خصف الأرض في المنام واحد تحذير وتنبيه للرأي إذا رأى الشخص في منامه خصف الأرض فقد يكون ذلك إشارة إلى ضرورة مراجعة نفسه وتصحيح مساره في الحياة قد يكون في هذه الرؤية تنبيه من الله للرأي بضرورة التوبة والعودة إلى الطريق المستقيم 2- علامة على البلاء والامتحان يمكن أن ترمز رؤية خصف الأرض إلى وقوع الرأي في بلاء أو امتحان شديد قد يمر الشخص بمحمة صعبة تتطلب منه الصبر والثبات واللجوء إلى الله بالدعاء والاستغفار 3- دلالة على الظلم والجور رؤية خصف الأرض قد تشير إلى وجود ظلم أو جور في حياة الرأي سواء كان هو الظالم أو المظلوم إذا كان الرأي هو الظالم فهذه الرؤية قد تكون دعوة للتوقف عن الظلم والتوبة أما إذا كان مظلوما فقد تكون بشر له بأن الله سينصره ويأخذ له حقه 4- إشارة إلى تغيرات جذرية في بعض الأحيان يمكن أن تدل هذه الرؤية على تغيرات جذرية ستحدث في حياة الرأي قد تكون هذه التغيرات إيجابية أو سلبية ولكنها بالتأكيد ستكون نقطة تحول مهمة في حياته تفسير حلم خصف الأرض للمرأة العزباء 5- خصف الأرض بشكل عام قد يدل على شعور الرأية بالقلق والتوتر من المستقبل أو على مواجهتها لبعض الصعوبات والتحديات في حياتها 6- خصف الأرض تحت أقدامها قد يكون تحذيرا من ارتكابها خطأا ما أو من اتخاذها قرارا خاطئا 7- النجاو من خصف الأرض تدل على قدرة الرأية على التغلب على الصعوبات وتحقيق أهدافها 8- تفسير حلم خصف الأرض للمرأة المتزوجة 9- خصف الأرض بشكل عام قد يدل على وجود بعض المشاكل في حياتها الزوجية أو على شعورها بعدم الاستقرار العاطفي 10- خصف الأرض تحت أقدامها قد يكون تحذيرا من خيانة زوجها لها أو من حدوث مشاكل مالية في العائلة 11- النجاو من خصف الأرض تدل على قدرة الرأية على حل مشاكلها الزوجية والحفاظ على استقرار عائلتها 12- تفسير حلم خصف الأرض للمرأة الحامل 13- خصف الأرض بشكل عام قد يدل على شعورها بالقلق والخوف من عملية الولادة أو على وجود بعض المخاوف بشأن صحة الجنين 14- خصف الأرض تحت أقدامها قد يكون تحذيرا من حدوث مضاعفات أثناء الولادة أو من فقدان الجنين 15- النجاو من خصف الأرض تدل على سلامة رأية وجنينها وسهولة عملية الولادة 16- تفسير حلم خصف الأرض للرجل 17- خصف الأرض بشكل عام قد يدل على شعور الرأي بالقلق والتوتر من عمله أو من وضعه المادي 18- خصف الأرض تحت قدميه قد يكون تحذيرا من ارتكابه خطأا في عمله أو من خسارة منصبه 19- النجاو من خصف الأرض تدل على قدرة الرأي على التغلب على الصعوبات وتحقيق النجاح في عمله 19- كل هذا والله أعلم 20- إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد 20- ترجمة نانسي قنقر